عندك اختي الشيب ما خليتي مجربت ليه وتشي حاجة منفعتك اليوم اجبت ليك الوصفة المعجزة اللي بمكونين اساسيين اختي غادي تعالج ليك الشيب سواء المبكرة او للقديم او للحيل كذلك النساء اللي عندهم ضعف الضغبة يعني الضغبة ضعيفة تالفة كذلك النساء اللي عندهم الشعر ناشف حرش او لمكردد البنت اللي كيتسقط لهم الشعر عندهم الفراغات عندهم تونيا عندهم بزف دي المشاكل او لحتى نساء اللي ما كيتوالش لهم الشعر فاللي نبغي نقول لكم نصوب معكم واحد الوصفة معجزة في علاج هذا المشاكل كاملة زائد علاج المشكل الاول والاساسي واللي هو الشيب سواء اختي كنتي في سين ستين خمسين سبعين ثمانين فغادي تعالجي وغادي تودعي ودقولي ليه باي باي والى الابد بدول اللجوء السبغات الكيموية يعني اغلب يدي النساء حاليا فضلوا قيتها ولو غير كتقادة بكية يجيبوا بكية 30 درام في 30 درام 50 درام لحسب كلها بكية وش حكا تدير فاختي مني كتجي تحسبك تلقي ضيعف بزف دي الفلوس ولي لأسف غير كتلك الزغبة ديالك لانو الزغبة ماشي غير كتسبغيها صافي ما كيبقاش شي بالعكس غير كتزيدي تضريها كيولي تساقط كولي تولي الزغبة حرش الواحد درجة ما تصورش الناس كيولي الشعر مخبل فحاداري ويالله معنا باش نصوبوا هاد الوصفة لي غير بي مكوينين وان شاء الله تديروها للعيد تديروها للعواشر تديروها أختي كما كان قولوا المناسبات بصحتكم وراحتكم وياللهون تعرفوا دباء على المقادات ديرها طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها ولكن قبل نبغي نقول لكم الحضرة تعلم الغيبة وما تنسوش تباق تاجي ولي تشاركوا هاد الفيديو مع جميع النساء اللي كتعرفوا باش توصنهم ان شاء الله المعلومة وما تنسوناش اهم حاجة من اللايكات اللايكات ديلكم اللي نظرها بفضل اللايكات ديلكم هاد الفيديو كيزيد تبارك الله ينتشر ويوصل عند معظم النساء وبالتالي معلومة كتوصل كل شي كذلك ما تنسوناش من الاشتراك ديلكم في القناة مع تفعلكم نزل الجرس خلونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شوهم الموضع ان شاء الله اللي تبغيو تشاركوه معنا فمرحبا على الرسول العين وعلى بركة الله ندوزل طريقة ديال التحضير اول حاجة اللي نحتاجوها واللي هي الحبة السوداء والبيض يعني هالجوج ديال المكوينين او الجوج ديال المقادر اللي هما البنات البيض سواء البلدي او العادي والحبة السوداء او ما يعرف البنات بالشانوج خصو يكون البنات شانوج مطحون بودر ناعم واجد يعني للاستخدار ده بغن ندوزل مكوينات تانوية نحتاجو مع القادية الاتي المغربي اول الشي طبيعي الاتي توخص يكون مطحون هدا هو النوعي اللي كنا نخدم به يعني ماشي شعره غير اتي العادي ولكن زوين صراحة البنات اعندو ما يقول كنصح به وبشكل كبير فغنحتاجو ان شاء الله اتي مطحون طبيعي الحال غادي نحتاجوها لبنات الكاكا والمر عندي في هاد الفلاستيكا البنات غنوريه ليكم من بعد يعني الكاكا والمر هدا البنات اخديتهم عند العبار للعبار وكينين واحد اللي ساشري كي درو تقريبا لسدرهم ونص كي درو تقريبا لبنات غادي نحتاجو اوراق الغار مطحونة هدا هو شكل ديالها نوريكم غاوحدة باشتبال لكم مزيان فهدا هو شكل ديال اوراق الغار شوفوا سبارك الله الورقة كيفاش ديرا فهاد ورقة الغار هدو كتاخدو منهم الكيميا اللي بغيتو طبيعي الحال خصت تكون مطحونة يعني تشدوها وطحنوها مزيان مزيان وتخدمو بها فقلنا اوراق الغار اه قلنا الكاكاو المر اه قلنا ان شاء الله البيضة كاملة اه حب السوداء حبوب الشيطاء يمطحونة وغادي نخلطو ونجمعو بكاس ديال اتي ما يكونش فيه سكر كاس ديال اتيال الناس ما يكونش فيه سكر يعني بدون سكر اه هدا هما المقادر على بركتي الله ندزل طريقة تتحضير اول حاجة هادي ناخد معاكم هاد البيضة وكننخدموها كاملة يعني البيض مع الصفار ماشي غير البيض وماشي غير الصفار من بعد غادي ناخدو اه المكوي الاساسي واللي هو من طبيعي الحال معلقاء ديال الحبه السوداء اه اول الشانوج اه معرف صراحة الاسماء ديال في الدول العربية فاخلي ولنا الاسم ديالها اه مهم هي هادي هدا هو الشانوج اولا الحبه السوداء كنطربو هاديك البيضة وبالنسبة لي انا كتكفيني بيضة لانو الشعر ديالي صراحة متوسط ولكن البنات اللي سبرك الله شعرها طويل وكتيف بزف 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 فممكن تحتاج جوج بيضات ممكن يعني هنا المسألة كسبقة راجع عليكم انتم مع الحسب انتم موش حال بغيتو ومن اي كان جمعو انتم مع الحبه السوداء تخلطوا بجوجهم ده باش غادي نديرو غادي نزيدو مانايا اوراق الغار مطحونة او لا اوراق سيدنا موسا اه تهو ما اللي بنت لعندكم اسماء ديالها في جميع الدول خليوها لنينا يعني جميع اللي تخدمو في هاد الوصفة خليو لينا الاسماء ديالهم في التعليقات هاي المعلقه اللوله والمعلقه الثانيه هاد وريقات الغار هادو باش مكترتو منهم باش ممزيان باش مطبرك الله كيكتفو كيطولو الزغبة غير وطحنها مزيان وغربلي هاي لعندك شي غربان باش تكون البودرة ديالها ناعمة يعني ما تكونش حرشة ما تكونش فيها كوتل ولا كوريات من الاحسن ومن اي كان حاولو نجمعو جيدا الوصفة هانتو محبيباتي انا ضفت هنا يا اه وريقات الغار سوف نضيف الكاكاو المر أو الحلو ممكن تخدمي بهم بجوج أو لا تخدمي بوحد بهم على حساب متوفر سواء الكاكاو الحلو أو الكاكاو المر أنا هنا لدينا هذا العبار هذا المر فهو اللي سننخدم به إن شاء الله مهم زوين الكاكاو غزال الزغبارة بزفت يعني عندهم الكاكاو في المطبخ وليكرا ما كي يخدموش به الوصفات فإن شاء الله ندير لكم سوف ندير لكم بعيد سوف نضيف معلقة الأول أو معلقة الثانية وعيننا ميزان إلى جوج معلقة كافيين فرغ مزيان لا تزيد ونخلط أو لكا تجمعي بشوية الآتي الآتي عادي لكا تشربه مع الصباح الآتي لا تضيف له السكر وكتحاولي هنا يجمعي هذا المقادر مبادياته نضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو وعيني مزيان يعني الكيمياته مزيانة ما غديش نعود نزيل فمن بعد ما اضفنا الكاكاو هذا المنافع الآتي ومعجيزة لف القضاء على الشيب وكذلك علاج تساقط الشعر ينوض الخلفاء يطول الشعر يطول الشعر الآتي غير شدي كمية وطحنيها وخدمي بها يحمق الآتي وكذلك فهنا قدرت قريبا ونحاول نجمعه ونجمعه 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 بالنسبة للقوام تحكمه في دائما إلا بغيت عاقد خليه بغيته جاري خليه شوفه انتيا مثلا أنا هنا يجاني مزيان قوام اللي هو يحمق يعني عاقد ما يكونش جاري غيره في شعرك ويبدك ينزل وعمر لك حويجك من الأحسن يكون القوام عاقد وخلطي مزيان خلطي مزيان وجمعه الوصفه مزيان يعني ما تكونش الوصفه يعني جاريه لا تكون الناس عاقده من الأحسن ومن الأفضل هيا نرى تبار كله تبار كله إلا تبار كله تبار كله يمكنك سعجزة المنصف مُصفه يجب أن تصبح الغضاء ويجب أن يتحمل ويجب أن تحمل غزالة خصوصها ويجب أن تسيققه منذ يجب أن تحملها الضغطة الوضع لفرم للحلول أمر طوال أمر ترفق كيف تضضح تفضل تخلط الزيتون زيت 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 فلح الزيت وضهني بهم حمام زيتي قبل ما تدوشي مزيان مزيان تكون الزيت يعني الشعر ديال كبري بالزيت من بعد ديري السلوفة نخلي ساعة وغسلي من وراها ديري شي سيروم بلا ما تاخدهم يعني لانو كي تبعوا غالين ممكن صوبهم معاكم شاء الله في فيديوهات مقبلة ممكن صوبهم حتى انت يا فضارك شي سيروم ديال اي زيت ولا ديال خالد ديال زيوت ديما انا كان فضل اعشاب كان صوب بهم زيوت و هذا الخالد سيروم غزاري حتى تحمق بالكوكو فهذا الخالد ديال سيروم او ديال زيوت اللي كان صنعه منه سيروم ممكن تدهني به الشعير ديالك خصوصا الخلفة والمقدمة يعني الجدر ديال فروة الرأس من بعد لا دوش يعني هكا و ديما تمشطيه قبل جوج مرات في النار ان يقومني سفيرك ومنيس بيت ناسي هكذا تحرك الدورة الدموية يزيد الشعر يطوال يزيد تهلي فيه اما تمشطيه مرة في الشهر او مرة في السمانة اراها للأسف اراها مكي الشعر انفو مكت تهليش فيه كي باش تكونوا عارفين باش ما عطيتي باش ما تهليتي فيه باش ما يعني خدمتي علي بالواصفة الطبيعية بسيروم باش متا وكي وليت بارك الله بس بسبو طويل وكشع الهندية وكشع الكوريات وهذا ما كان يعني هذا الجواب اللي جاوبتكم دابا هو سؤال بعض البنات اللي تسألوني بزيف سبرك الله في التعليقات يقول لي وقولوا لينا شنو الحل ورينا شنو نديرو وخا غير هكا شفاوين غيب الهدراء اتبقي معانا فاختي على الرسول عين كنقرات تعليقات ديالكم عارفة بزيف ديالنساء سوان صغار ولا كبار شعر ديالهم متقصف متدرر فيه شي فيه ان شاء الله كل مرة في فيديو غنجيكم ان شاء الله بوصفات شعر خصوصا الي حبيتوا الوصفات ديال الشعر ولكن البنات ما تنسوناش من اللايكات باش نعرف انه هاد النوئية ديل هاد الوصفات عجبوكم وبغيتوني هندر على الشعر بيتوني ديالكم سلسيلات سيرومات زيوت غير في داركت صوبة يوم اختي بصفر درهم غير عشو بصفر درهم درهم من الحاجة وإلا عندك راب صفر درهم ما عندكش غير 3 درهم خمسة درهم اختيم صوبة سيروم بديال الشهر وشهرين يبوش تعرفوه ولكن البنات شجعونا باللايكات تراه مني ما كنشوفوش اللايكات بطبيعة حال ما كيكونش تشجيع ما كيبنش لنا انو الناس حبو ذوكلي فيديو وحتى الفيديو ما كيزيدش لي الاسف انتاشر ويزيد يوصل عند ناس وحدين اخرين فانتي اختي اللي كتشوفو في يدبك تكوني سبب بسببك مني كتضغطي على الزهر اللايك باش انو هاد الفيديو يزيد انتاشر ويزيد يوصل عند بزف ديال النساء ان شاء الله وهاد الشي اللي كان حبيباتي هدي هي الوصفة اراكم شو القوام دياله كيفاش دير شو شو الشكل ديالها كتتحمق اسم على مسمى زوينة واقتصادية وانتو محبيباتي وبالصحة والراحة وبالنسبة لطريقة التطبيق هي كالتالي كتتاخدي الشعير ديالي كتتقسميه الجوج يعني لي ناسفين وكتبدي تطبيقي هاد الوصفة من الجو دور حتى الاطراف حتى كتغلغيه وتعمريه جميع البلايس اللي فيهم الشي وتركدي على البلايس اللي فيهم طبيعية الحال الشي بالابيض ومن بعد تدري السلوفان ودري شي يزيف تخليها ساعة والفوق يعني ساعة ونصف ساعتين وباش تأكدي ان الشي بمشى مره مره كتحيدي ذاك السلوفان وكتشوفي البلاس اللي كان فيها الشي واش تسبغات اللي تسبغات غسلي ما تسبغات تزيدي شوية الوقت لانه الوقت كيختار ممكنش تقوليك انا ساعة ونحكم عليك ممكن ساعة ممكن غير 30 دقيقة ممكن غير 45 دقيقة على حسب واش عندك شي بكثير واش عندك شي بقليل وهاد المسائيل هده هم اللي كي يضبطوا هاد الوقت من بعد غسلي الشعير ديالك مزيان بالماء وبلما تدري الشامبوان ديالك اللي طبيعية الحال كيتوسم على الشعير ديالك وغسليه ونشفيه مزيان بواحد الفوطة اردع لي اختي نهار الاخر شعر نسية بحاريلي في حالة ديالي الكيراتينة ولا البروتيين وما في حتى شي ببيضة اختي شكون بحالة قريب هاد الوصفة الزوينة اللي بفيها الحبة السودة وبيضة كاملة اه الشاي المغريبي يعني محلول الشاي المغريبي او لقاتي بدون سكر فيها اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى وفيها الكالكاو المر وفيها الشاي المغربي متحون والحبة السودة سي مطحونة يعني اشاب الحمد لله موجودين في كل منزل وفي كل بيت خليبنا اسماء ديالهم كذلك في جميع الدول العربية خصوصا الحبة السودة كمكوين اساسي اطلقى معكم في فيديوهات مقبلة صحة وراحة